الحقيقة حلقتنا النهاردة حلقة يعني مطلب جماهيري ملح جدا جدا ومع الإلحاح ده في حالة من الضيق الضيق من موضوع الحلقة مش من اللي احنا هنقوله ولكن من الموضوع اللي بتتكلم عنه الحلقة لأنه ببساطة وبشكل مباشر وسريع عشان ما نزودش الضيق يعني الحلقة النهاردة عن النصايح أو الكيفية اللي بنعلم بيها أطفالنا المهارة الخاصة بالتحكم الإراضي في التبول والتبرز الحقيقة الموضوع ده يعني أنا عارف أنه هو في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها كده وأي بيت فيه طفل أو طفلة في المرحلة العمرية المتوقعة منهم أنه هم يبدأوا تعلم أساسيات هذه المهارة بيكونوا الأمهات والآباء وخاصة الأمهات الحقيقة على حالة من الضيق والتحفز والاستعجال والصربعة تجاه أن أطفالهم يعني يتعلموا المهارة دي لدرجة أنه يعني لو سألنا الأمهات يعني تحديدا يقولوا إيه طيب بنتي يعني عايزة إيه نفسك فيه تقول لك أغمض وفتح ألاقي ابني أو بنتي ترك الحفاظة وتعلم هذه المهارة تمام؟ عشان كده هنعمل الحلقة دي النهاردة إذا يعني المعلومات الحياة كتيرة قوي إذا المعلومات الحلقة ما كفتش إن المعلومات نقولها كلها فأكيد هيكون فيه استكمال لهذا الأمر لكن أنا بحط عنوان رئيسي للحلقة وهي عن تحكم الأطفال بشكل إرادي في التبول والتبرز كيفية تعليم الأطفال هذه المهارة خدتوا بالك وحضراتك من أول ما بدأت كلامي أنا قلت كلمة مهارة كم مرة؟ أنا الحياة ما عدتهمش بس أعتقد أن أنا قلتها أربع أو خمس مرات يبقى مبدئيا كده عايزين نتطفق أن هذا الأمر هو مهارة 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 بالمعنى الحرفي مهارة زي مهارة الكلام زي المشي زي الأكل زي طلوع السلم زي استخدام الأصابع أيا كانت نوع المهارة اللي الطفل هيتعلمها ثم هيتقنها هي دي زيها زيه لكنها الحقيقة بتختلف عنهم بقى في اختلافات جوهرية إيه هي الاختلافات دي؟ اختلافات كتير أول أول هذه الاختلافات أنه المهارة دي على قدر أهميتها ويعني وعظمتها بالنسبة للطفل لكنها بتكون عند مرحلة الأمهات والأباء بيبقوا زي ما بقلت لسه من شوية بيبقوا ما عندهمش طاقة أو صبر كفاية أن هم يتحملوا الطفل في تعلمها بتختلف برضو هذه المهارة عن باقي المهارات في حاجة أساسية ولو فكرتوا كده هتلوى حاجة في منطقة الغرابة إيه هي؟ أن هذه المهارة هتفضل مع الطفل طول عمره هتقولولي الله طب ما الكلام كده أو المشي كده أقول لكم لا كل الحاجات دي الطفل بتعلمها بالتدريج يعني بيتعلم الكلام بالتدريج بيتعلم المشي بالتدريج أو المهارات الحركية بشكل عام مش لازم المشي يعني المشي وطلع السلم والجري والرجوع لورا والفرمالة والزحلقة وحاجات كده دي كلها مهارات خاصة بالمهارات الحركية الطفل بتعلمها برضو بالتدريج بتعلم الأكل بالتدريج وهكذا لكن هذه المهارة تحديدا الطفل ما بتعلمها في الوقت اللي هيبدأ فيه يعني اللي هنعلمه فيها مش هياخد تدريج فيه هو بيتعلمها خلاص بيفضل بقى متعلمها طول عمره فاهمين قصدي؟ يعني اعمله كده اسقاط على كلامي ده في أي حاجة تانية في حياتنا حضرتك كزوجة لو انت مثلا دخلتي حياتك الزوجية بدأت حياتك الزوجية وما كنتش بتعرفي تطبخي ماهو الطبخ ده مهارة برضو صح كده؟ هتلاقي نفسك تعلمتي الطبخ حتى بقى زوجك دلوقتي يقول ايه مراتي بقت قسطة بقت شيف محترفة بدأت كده؟ أكيد لا فيه اللي بياخد شهور فيه اللي بياخد سنين فيه اللي بياخد أسابيع وهكذا المهم ان الموضوع بيبقى تدريج اللي بيتعلم السواقة اللي بيتعلم أساسيات لغة جديدة اللي بيتعلم الشغل على مثلا الكمبيوتر أو الحاسب الآلي كل الحاجات دي بتاخد فترات في التعلم تمام كده؟ لغاية ما يحصل إتقاط هذه المهارة بقى ملهاش وقت تاني ان احنا نقدر نحفز فيها طبخ هو لما بيتعلمها خلص بتفضل معه طول عمره وبالتالي المهارة اللي بتفضل مع الطفل طول عمره نتعلمها في وقت سريع ولا وقت قصير أكيد هنتعلمها في وقت طويل وقت سريع ولا وقت طويل يعني أنا آسف تمام؟ يبقى أكيد مش هنتعلمها في وقت سريع أكيد هناخد وقتنا فإحنا كده بدأنا الموضوع بإحباط لا هو مش إحباط دي صراحة لأن الأمهات والأباء اللي بيرهنوا ان طفلهم أو طفلتهم هيتعلموا في يومين ولا في أسبوع ولا في عشر تيام أحب أبشركم أقول لكم ان ده كلام خاطئ تماما وغير عملي وغير علمي وغير قابل للتطبيق دي مهارة هتفضل مع ابنك أو بنتك بقيت عمره فمش هيتعلمها في أسبوع انتوا هتسمعوا مني دلوقتي التفاصيل خالص مش هيتعلمها في أسبوع العشر تيام وللأسف فيه ناس بيعني بيروجوا للحاجات دي كلها أحيانا في حضنات وأحيانا في فيديوهات على اليوتيوب وأحيانا في برامج ده كلام خطأ لأن المهارة دي عبارة عن مراحل وغير المراحل فيه بقى آليات لتطبيق المهارة كمان آليات لتطبيق المراحل دي بتاخد وقت بتاخد وقت كويس يعني هنقول الوقت الحد الأدنى والحد الأقصى وأكيد انتوا هتقدروا تحسبوا المتوسط ترجمة نانسي قنقر